أفضل جزء في سلسلة ماريو الورقي يرجع لنا بعد غياب 20 سنة لعبة Paper Mario The Thousand Year Door والتي صدرت عام 2004 على الجهاز Nintendo GameCube أخيراً بعد 20 سنة يصدر لها ريميك على Nintendo Switch اللعبة تقدم تحسينات كثيرة على مستوى الرسوميات والتحكم ومزايا متنوعة وبنفس الوقت راح تحافظ على أشكال الشخصيات الأصلية قصة اللعبة تبدأ لمستلم ماريو رسالة من الأميرة عبارة عن خريطة كنس لكن في ظروف غامضة تختفي الأميرة وتبدأ المغامرة عالم اللعبة متنوع منها الغابات والقرى والثلوج وكله بيكون مصمم بالورق حتى الشخصيات والمباني وكل التفاصيل بتكون بالورق كل منطقة راح تقدم تحديات مختلفة وماريو بيكون عنده قدرات تناسب شكل الورقي مثلاً يقدر يدخل في الأماكن الضيقة بين البيوت أو يتحول لطائرة ورقية عشان يوصل لأماكن بعيدة وحتى يقدر يصفط نفسه عشان يدخل الأماكن الضيقة في المباني ويقدر يقفز لأماكن مرتفعة وغيرها ومع ان تقدم بالقصة تقدر تلعب بشخصيات الأميرة بيتش وحتى الشرير باوزة وكل واحد منهم بيكون له مغامرة خاصة وفي شخصيات راح تساعد ماريو مثل جومبيلا واللي بتعطيك معلومات للعداء وسلح فاك كوبس ويوشي وغيرهم كل واحد فيهم بيساعد ماريو بطريقة الخاصة في القصة وتقدر تبدل بينهم حسب الحاجة وصوب القتال هنا بيكون تبادل أدوار كل ما بتواجه العدو راح تتحول ساحة القتال إلى خشبة مسرح وبتختار الضربة اللي بتسويها أو بتستخدم قدرات مختلفة من ماريو أو من المساعدين اللي معاه وكل ضربة بيكون فيها شيء اسمه أكشن كوماند يطلب منك أنك تضغط على أزهار محددة في وقت محدد عشان تسويها وكل ما سويت الضربة أفضل بيزيد عدد الجمهور وبتاخد نقاط عليها وبتقدر تستخدمها عشان تسوي ضربات خاصة وبتحصل في الرحلة لأدوات وأشياء تساعدك في زيادة قوة ماريو والمساعدين اللعبة تصدر بشكل حاصري على الجهاز النوتندو سويتش في تاريخ 19 مايو 2024 يأتيكم معافية على المتابعة ومع السلامة